ملف محمد سلام النجم محمد سلام الممثل المحترم الإنسان محمد سلام محمد سلام كان عنده مصرحية في موسم الرياض اللي هو شغال دلوقتي في السعودية تمام؟ فالمصرحية بتاعته اللي هي بطولة ما يعز الدين وبيومي فؤاد فيها رأس وفيها مغنى ويسمعها زواج اصطناعي هتطعرت في موسم الرياض طيب محمد سلام طلع فيديو بيقول فيه أنا عندي مصرحية بكرة بصوا ركزوا في الكلام اللي هو قاله لأنه قال أنا عندي مصرحية بكرة فيها رأس وفيها مغنى ويه أنا مش هقدر أعمل أروح أرقص وغني واتحك واخواتي في غزة بيموتوا كلام منطقي جدا كلام منطقي جدا تمام؟ تمام قال إيه بقى كمان في الفيديو؟ قال هتسألوني أنا ما اعتذرتش بدري ليه؟ سؤال منطقي فقال عشان أنا كان عندي أمل إن المصرحية تتأجل إن الموضوع يتلغي دلوقتي زي ما حصل عندنا في مصر هنا في مهرجان الجونة وفي مهرجان الموسيقى العربية زي ما حصل من كان عندنا مهرجان الجونة وتلغى وتأجل لأجل غير مسمى لحد ما نشوف إخواتنا في غزة إيه هيحصل؟ ومهرجان القاهرة السينمائي ما كل ده عندنا اتأجل لأجل غير مسمى لحد ما نشوف إيه هيحصل؟ لأنه مش طبيعي ومش منطقي إنه كون الناس بتموت جنبي إخواتي وأهلي وهم بيموتوا وبيبكوا ومحدش عارف يساعدهم محدش عارف يعمل لهم حاجة وقصف شغال عليهم على طول وأطفال بتموت ومفيش أدوية ومفيش كهرباء ومفيش مية وأنا برقصه بغني يعني هو شايف إن الموضوع مش طبيعي تمام؟ رأيه يحترم يحترم جدا على فكرة محمد سلام برامج كتير حاول التتواصل معاه هو مرضيش يطلع يتكلم هو مش عايز تريند ومش عايز شهرة ومش عايز حاجة خالص هو إنسان إنسان الإنسانية دينه قبل الإسلام إنسان إنسان محترم مسلم أو مسيحي إنسان في النهاية فحس إنه مش هيقدر يرقص ويغني وإخواته في غزة بيتضربوا بالسواريخ بيتضربوا بالفوسفور الأبيض بيموتوا الأطفال الناس كانت بتسأل طب هي الأطفال مش مضروبة يعني شايفين الأطفال في الفيديوهات وفي المشاهد يعني مفيش بس هما ليه بيتقلموا من الفوسفور الأبيض حضرتك سلاح ممنوع ومحظور إنه يبقى موجود دوليا ويتم استخدامه بالشكل ده دوليا تمام؟ راجل يحترم جدا تمام؟ حق تيجي ناس تسأل طيب يا جماعة ما هم الممثلين والمغنيين ما ده أكل عشهم برضو يعني الحرب مطولة ومش عارفين هتخلص إمتى الناس دي ده أكل عشهم ما هو ما ده ده فلوس بياخدها وبيصرف على نفسه وبيصرف على بيته هو حر هو حر برضو ما خلي بالك يجي لك مغني مثلا وده حصل ومغني يعني من الكبار قوي هم اللي قالوا الكلمة دي من الكبار قوي يعني هم اللي قالوا الكلمة دي في حفلة كانت موجودة عنده في الإمارات وتأجلت وهو كان قال يا جماعة والله أنا زي المحامي زي المحاسب أنا بنزل أعمل شغلي هو شايف كده هو شايف الرؤية كده حقه هو حر وبرضو محمد سلام حقه هو حر يعني ده يحترم وده يحترم كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه ولكن في الأحداث الكبيرة اللي احنا بنمر بيها والأحداث التاريخية اللي هتتكتب في التاريخ اللي احنا بنمر بيه ده تاريخ وهيتكتب في التاريخ كل واحد هياخد موقف هيتحسبله في التاريخ وكل واحد هيعمل نفسه مش من هنا وهيدور وشه الناحية التانية هيتكتب في التاريخ برضه فطبيعي جدا إنسان طبيعي شايف إخواته بيموته ممكن يقول أنا مش قادر أرقص مش قادر أعمل كده مش هيقدر وشايف الأطفال بتموت طبيعي يجي الأستاذ تامر حبيب السيناريست يكتب على السوشيل ميديا عنده ويقول هو ليه الواحد لما يعايز يقول حاجة أو عايز يعمل حاجة أو ينسحب من عمل ما تنسحب في سكوت إنت عايز تبقى ترند خليني ساكت بلاش أتكلم لأ هو بلاش تتكلم ما تتكلمش على فكرة ومسح على فكرة بوستر وكذا ما تتكلمش ما تقولش في موقف زي ده بقى يا أستاذ تامر حبيب ما تتكلمش ليه بقى حضرتك عايز تروح وتشتغل حضرتك روح واشتغل ومحدش هيقولك حاجة لأن زي ما أنا قلت من شوية في ناس يا جماعة ده أكل عشها ما ده أكل عشهم ما هم بيأكلوا وبيشربوا من الشغل ده حضرتك شايف أن أنت اللي بيشتغل محاسب في بنك اللي بيشتغل محامي اللي بيشتغل مش عارف إيه بينزل بيروح شغله عادي لأنه محتاج الفلوس وكذلك هو الممثل شايف شغله إزاي أن ده شغلي ما ده أكل عيشي هعمل إيه هعمل إيه ما أنا بصرف على بيتي من الشغل ده حقه برضو حقه برضو ولكن يا أستاذ تامر حبيب ما تطلعش تتكلم على الأستاذ والنجم محمد سلام بهذا الشكل حتى لو أنت كتبت بعد كده أنا ما أصدوش لأن ده حقه وده حقك هو عمل موقف نبيل جدا هو مش قادر يرقص ومش قادر يغني وإخواته في غزة بيموتوا وكتير زيه كده كتير مننا مش عارف يمارس حياته الطبيعية كتير مننا مش عارف بتحس تقض لوحدك طاعت وانت مش عارف انت بتعايت ليه من اللي بتشوفه من الأحداث اللي بنشوفها كل يوم على ده من الفيديوهات اللي بنشوفها بتقطع لنا قلبنا أو إحنا مفيش حاجة بأيدينا نعملها طبيعي إن هو يحس باكتئاب ويحس إن هو مش هيقدر يرقص وإخواته بيحصل فيهم كده دي حاجة طبيعية جدا اللي مش طبيعي إن الناس تطلع تهاجمه على موقف نبيل هو خده محدش بيهاجم حد تاني بيشتغل لأن زي ما قلت لحضراتكم الممثل بيشوف إن ده شغله برضو طب ما أنا عايز أشتغل ما أنا بكسب ما أنا بصرف على بيتي ما أنا كده كده ما أنا عندي عقود وملتزم بيها ومضيها برضو نحط دي في الاعتبار ولكن مهاجمش شخص تاني عشان خد موقف نبيل وخد حق مش قادر يعمل كده هو مش قادر نفسيا مش قادر حق حقه وهو يشكر طيب أنا معي